اشتركوا في القناة ألست هذه الآية كريمة التي نقولها في التوجيه للصلاة يا جدي؟ الجد بلى يا أحمد وهو ما أحكاه الله على خليله إبراهيم عليه السلام ويستحب أن يقرأ هذا التوجيه بتوجيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سنة واضب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أحمد وفي هذا الحال نسيانه يا جدي ماذا علي؟ طبعا إذا نسينا سنة ومن سجن الصلاة التي تجاوزت مواضيعها وأيضا لا تبطل صلاةه وإنما تؤمر بسجود سجدتي سهو بعد التسليم طبعا وهنا يظهر لك الفارق بينها وبين الأركان من سنة الصلاة يا جدي حتى أحافظ عليها سأعطيك أدلة عليها من القرآن الكريم والسنة المطهرة وعليك استخراجها طبعا سنة الصلاة أعمال أقوال وأفعال مخصوصة في الصلاة واضب الرسول صلى الله عليه وسلم عال إتيام بها ولست بأركانها طبعا هنا لدينا فيها النقص الشرعية سنن الصلاة لدينا فيها الآية الأولى ما المقصود بالآية الأولى؟ المقصود بالآية الأولى هنا هي ماذا؟ ما المقصود بالآية الأولى؟ طبعا هنا لدينا تدل على الاستعاذة هنا الاستعاذ هنا فاستعذ فتعنيها الاستعاذة أما في الآية الثالثة فعندنا هنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر فهنا تكبير فهنا ماذا تكبير كذلك فسبح باسم ربك فهنا ماذا التسبح في الرتوع والسجود في الآية الخامسة لدينا عندنا هنا التشهد قام من اثنين طبعا هنا التشهد الاول وهنا الصلاة على النبي وهنا الصلاة على النبي الآن ننتقل للموقف والحكم والنصيحة طبعا نسى تكبيرة الإحرام وتذكرها بعد التسليم طبعا هنا ماذا صلاته باطلة والنصيحة يعيد الصلاة يعيد الصلاة نسى الاستعاذة وتذكرها عند قراءة الفاتحة طبعا هنا صحيحة وأنصحه وأنصحه بأن يتذكرها في البداية يتذكرها في ماذا؟ في البداية عندنا كذلك عندنا كذلك هنا أولا ماذا؟ التوجيه بعد ذلك رقم اثنان الاستعاذة رقم ثلاثة البسملة رقم أربعة سورة بعد الفاتحة كذلك عندنا الجهر بالقراءة طبعا لصلاة الجهرية أيضا رقم ستة النظر عندنا رقم ستة النظر المواضع السجود المواضع المواضع عفوا عندنا هنا رقم أبعال الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية رقم ستة النظر إلى مواضع السجود النظر إلى مواضع السجود النظر إلى مواضع السجود وعندنا رقم سبعة الدعاء بعد التحميد الدعاء بعد التحميد عندنا أركان الصلاة طبعا هنا تبطل الصلاة طبعا هنا لا يبطل الصلاة هنا كذلك تبطل الصلاة وهنا لا يبطل الصلاة وهنا لا يبطل